هاي الغنية سجلتها في لبنان لأي كلام طبعا كانت ايه أصالة ظروف ملابسات الأونية دي لا أستاذ عمر حقيقة يعني ما تذكر بس سجلتها هاي الغنية بشي 12 سنة وكتير حبيتها يعني معرفش هي بتكلم كده ولا أنا ببارب بتكلم كده بكتهد بكتب بكتهد بس حاجات كديرية بتطلع بالحب كده طيب هنروح بقى نقلة تانية خالص بقى بعد أصالة أنغام يا لهوي أنا أنغام أنا بوجه من هذا البرنامج أنا عارف اني ناس كتير بتتفرج أنا قلتها في فيديو وناس كتير هاجمتني وانت ازاي تهاجم أنغام أنا بحباها جدا وبحضر لحفلات وكده بس أنا طبيعي لما هقلت فنانها هاجيب تيما وأقول مثلا يعني ليه دايما تحس ان أنغام وهي بتغني بتبقى سعانة شوية أنا كنت بقول الإفدع على سبيل الدعاء إن هي عشان دايما بيبقى فيه رحشة في صوتها كده وكان أصدني دي حاجة حلوان بس فهي مثلا تقول آآ قال أorفها بيا قاق وبع علي اتسبنا أقول والقصة وأتفاهمها هي ما توتت هييم شوية فمن فان بس يا نازجة بس وحبها والله بس واضح انك انت اللي بتقلدهم بتحبوه جدا مفيش اي حد قلدته غير وانا بحبه جدا فلذلك الحمد لله الحمد لله معديش اي مشاكل محد بالعكس معظم اللي قلدتهم اصدقائي مين تاني قلدته او جيبته مؤخرا وكان بالنسبة لك حاجة غير الليسي مثلا كان مختلف غير الليسي انت واضح انك انت كل يوم تطلع شخصية لا والله بس هي في فترة بتيجي بلاقي فيها ماتيريا الكبيرة وفي فترة بتيجي بتاعته مين تاني والله اللي هشتغل عليه الفترة الجاية واللي بحبه ولسوز عمر الليسي اللي لسه هشتغل بس انا حاولت حتى قبل ما ادخل بس حفشل حفشل لانه انا هي لما بتطلع بتطلع مرة واحدة